تتواصل فعاليات دورة 48 لمعارض القهرة الدولي للكتاب حيث تشهد أجنحة المعارض أنشطة ونادوات فنية وثقافية وللمزيد معنا عبر الهواء مباشرة مراسل أونلايف عمر نور الدين عمر حدثني عن هل من أي فعاليات جديدة بدأت في اليوم الرابع عشر لمهرجان القهرة الدولي للكتاب نوران سأبدأ بفعالية تحدث الآن في الدور الثاني من هذه القاعة القاعة الرئيسية قاعة صندوق التطامن الاجتماعي وهي في قاعة سهير القلماوي ندوى بعنوان أو عن كتاب جدل الدين والحداثة للكاتب والفيلسوف صلاح سالم هي يحضرها دكتور مصطفى الفقي والسيد ياسين ودكتور حسن حمد يعني تبدو شيقة جدا لأنها تتحدث في أمور اجتماعية وسياسية وحتى من العنوان جدل الدين والحداثة وربما في ما هو قادم هي بدأت تنتهي الساعة الثالثة وفي الساعة الخامسة حتى السابعة هناك ندوى بعنوان الإنسان التكوين الأساسي والظواهر الكبرى سوف تكون مع الكاتبة دكتور عز قرني وسوف يحضرها أيضا سيد ياسين ودكتور رمضان بستويسي أما في السابعة حتى التاسعة الفعلية التي تلقى دائما الإقبال الأكثر نظرا للشخصيات التي تحضرها وهي الاحتفالية الفنية شعر في غنوة هكذا ستكون عنوان الاحتفالية الفنية ويحضرها المؤلف أيمن بهجة أمر والمطربة المغربية عيشة الوعد والفنان المصري حسن الزكي سوف تكون من الساعة السابعة حتى التاسعة أحدثك باختصار عن الاقبال اليوم الرابع عشر ربما الاقبال يعني هو كالعادة كنت هنا البارحة وكنت في ثاني أيام المعرض الإقبال كثيف من كافة الأعمار الأسر بأكمالها تحضر طبعا الشباب يتصدرون المشهد ربما ليس لدينا أو لا أحد يستطيع أن يتنبأ بتصدر المبيعات أو أنواع المؤلفات التي تباع لكن بشكل عام بالسؤال في قاعات مختلفة أو دول نشر شكرا جزيلا لك عمر نور الدين مرسل أونلايف كنت معي عبر الهواء مباشرة من معرض القهرة الدولي للكتاب